السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آلي وأصحابي أجمعين. النهاردة عيد الأم. تمام? بقول كل أم كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت اجمل حاجة في البيت. كل سنة وانت الحنان كله. اول حاجة انا النهاردة ما قلتش لاي حد كل سنة وانت طيب خالص لا امي ولا خلتي ولا اي حد خالص. هو اول حاجة مش معنى كده ان انا ما بحبهمش ولا حاجة لا انا بقول لهم دلوقتي كل سنة وانت طيبين بس انا اه فعلا ما كنتش حاب بقولها لحد لان احسن حاجة في الدنيا كلها اللي هي كنت بعتبرها امي وكلها حاجة جاتلها في الدنيا. هي ثابتني. فهو ده السبب اللي مخليني مش حاب بقول لحد كل سنة وانت طيب لان اكتر حاجة انا كنت بحبها في الدنيا دي كلها ستي طبعا اه امي وكل حاجة لها في الدنيا دي. يا ربنا يرحمها ممكن كل دينا ندعي لها بالرحمة. هي اول سنة يعد عليها عيد الام اصلا وهي مش موجودة في حياتي. فربنا يرحم كل ام سابت ولاتها كل ام ماتت. هي اكيد في مكان احسن من اللي احنا فيه. فكل سنة وكل ام لسا في وسط ولاتها. كل سنة وهي طيبة. وربنا يرحم كل حد عنده دلوقتي. بصوا هي ممكن رسالة مني ان اي حد بعيد عن اهله كده اللي هو يحاول يقرب منهم. وبرضو رسالة كل الامهوت يعني حاولي تخليك قريبة من ولادك. يعني حاولي تكوني صاحبتهم. حاولي تكوني اختهم قبل ما تبقى مامتهم اللي بتحسبهم. يعني حاولي تكوني ليهم حاجة ما يخافوش منه. او حاولي تكوني معهم كويسة عشان هما يكونوا معاك كويسين. يعني حاولي تكونيه السند والضهر. وكل حاجة للطفل ده. يعني حاولي تديره الحنان الكافي ان هو يفضل انتو رقم واحد عنده في الدنيا كلها. يعني حاولي تحتويه الطفل. انشان لما يكبر يبقى حاسس وفاهم الكلام ده. بس بهوش للدنيا اتعلمه. عشان اتعلمه حاجة وحشة كتير. وهتخليه اول حاجة يعملها ان هو يبقى قاسي عليكم. حاولوا انكم تاخدوا ولادكو فهو النقود. طب طبو عليهم. وبلاش انتو تبقوا في مكان وولادكو في مكان تاني. يعني يا ريت يا ريت تخلوا ولادكو يتربوا معاكم. يلا بقى ما نخليش الكلام ياخدنا. كنتم حضر لكم شوية كلام كده عايز اقوله لكم. اول حاجة الام كلمة صغيرة جدا. وحروفها ليلة. لكنها بتحتوي على اكبر معاني الحب والعطاء والحنان والتضحية. وهي لا تجف ولا تتعب. متضفقة دائما بالكثير من العطر الذي لا ينتهي. وهي الصدر الحنون الذي تلقي عليه رأسك وتشكو اليه من هموم ومتاعب. الام هي التي تعطي ولا تنتظر ان تأخذ مقابل العطاء. وهي التي مهما حاولت ان تفعل وتقدم لها فلن تستطيع ان ترد جمائلها عليك. ولو بقدر ذرة صغيرة. فهي سبب وجودك على هذه الحياة. وسبب نجاحك تعطيك من صحتها ودمها لكي تكبر وتنشأ صحيحا سليما. هي عونك في الدنيا وهي التي تدخلك الجنة. ومهما حاولنا ان نعبر عما بداخلنا لأعظم انسانا في الكون. فالكلمات والحروف لن تكفي. فهي من انارت طريق حياتنا. هي من ارشدتنا الى الصواب. وتحملت متاعب ومصاعب الحياة من اجلنا. هي من صهرت ليالي من اجل راحتنا. فهي شمس الكون وقمر الليل. هي الام. فالحمد لله على هذه النعمة. ولا يوجد في العالم وسادة انعم واحن من حضن الام. ان الام التي تهذ المهد بيصارها تهز العالم بيمينها. امي هي النبع الذي استمد منه مبادئ حياتي. لو كان العالم في كفة وامي في كفة اخرى لاخترت امي. امي هي التي صنعتني. الام شمعة مقدسة تضيء ليلة الحياة. لن اطمئن قط الا وانا في حضن امي. وعندنا بقى بيت شاعر. حفظ ابراهيمي اللي قاله اللي كان قارفنا طوض الدراسة ده. الام مدرسة ازا اعددتها اعددتها شعبا طيبة الاهراكي. وطبعا مش هننسى الاب. مش عشان فيه عود ام وما فيش حيد للاب. طبعا كل سنة وكل الابات كويسين وبصحة وسلامة وكل سنة وبابا كويس وربنا يشفيه ويقوم بالسلامة. اتمنى انكم تدعو له ان ربنا يشفيه. واول حاجة بقولها لامي ستي. هي ستي كل سنة وانت طيبة. انت اكيد في مكان احسن من اللي احنا فيه. ربنا يرحمك ويخفلك. بقول لامي كل سنة وانت طيبة. والخالتي كل سنة وانت طيبة. والمراض خالي كل سنة وانت طيبة. والام التانية اللي هي حماتي كل سنة وانت طيبة. كل سنة وكل الامهات طيبين وصحة وسلامة ويا رب دايما يكونوا في احسن حال وكل سنة وامة عبانة تبقى كويسة وتقوم وتبقى في وسط أولادها وربنا يشفي كل مريض وكده كنت خلصت كلامي النهاردة يا رب ما كنتش طولت عليكم بس انا كنت نفسي ان انا اتكلم اكتر من كده بس يعني عشان الفيديو ما بقاش طويل عليكم كده هو اول حاجة انا عارفة ان القناة دي طمريد منزلي انا كتبة طمريد منزلي ومنوعات اسراء تمام فهي القناة اساسها طمريد منزلي فعادي النهاردة مناسبة عادي الام وكده في فيديو زي ده عادي يعني مش هيعمل مشكلة فاي حاجة حابين تسأله عنها فاي حاجة في الدنيا تمام تسجولي كومنت في الفيديو بتاع النهاردة او اي كومنت على اي فيديو انتو حابين تستفسروا عن اي حاجة واتمنى ان انتو دايما تبقوا بخير ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان ينصلكوا الحلقات الجديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوفكم الفيديو كاي ان شاء الله